اقل من 24 ساعة بتفصلنا عن اجتماع مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان بباريز هيدا الاجتماع رح ينعقد بوزارة الخرجية الفرنسية ومقصوم لقصمان بالجلسة الاولى ما رح يكون لبنان حاضر فيها وبتقتصر على لقاء الدول الخمس الديم العضوية بمجلس الامن اللي هنا روسية الصين بريطانيا فرنسا وامريكا وبينضم الون ألمانيا وإيطاليا بالإضافة للبنك الدولي ومؤسسات مالية عربية وغربية ورح يعرضوا فيها الوضع بالبنان وصبل دعمه أما الجلسة الثانية فرح ينضموا مسلين عن دول عربية بالإضافة للبنان اللي مشارك بوافد رسمي مألف من مستشارة رئيس حكومة تصريف الأمال سعد الحريري هزار كراكلة مدير عام وزارة الخرجية والمختربين هاني شمايطلة ومدير عام وزارة المالية ألام بفنيه بحسب المعلومات المؤتمر رح يركز على الدعوة للتشكيل السريع لحكومة فعلة وعندها مصدائية وأنه تاخد الحكومة الجديدة لقرارات ضرورية لاستعادة الوضع الاقتصادي وتلبية الطموحات اللي بعبر عنها الشعب اللبناني وبمصادر خاصة لتلفزيون نشرة تم استبعاد تقديم دعم مالي فوري للبنان إلا إذا صار تغييرات مفاجأة أما إذا كان فيه مساعدات فرح تكون مشروطة بتنفيذ إصلاحات مشابهة لمؤتمر سادر اللي جمع نحو 11 مليار دولار من المنح والقرود لتعزيز الاقتصاد والاستقرار بلبنان إلا إنه ما تقدم منه نشي نتيجة عدم تنفيذ الشروط وسألت المصادر عن مدى أنه تكون مسألة دعوات رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريرة لدول صديقة لتعالج النقص بالسيولة وتأمين مستلزمات الاستيراد الأساسية للمواطنين تكون تتعلق بالمؤتمر وهل المؤتمر هو لضمان تأمين المواد الأولية للبنان بظل مشهد مستقبل لضبابة؟ إذن الأنظار بكرة للبيان الختامة لمؤتمر الدعم ببريز لإنعقاده هو بمثابة إشارة قوية لالتزام دول المجموعة العمل مع لبنان بحسب المنسق الخاص للأمم المتحدة يانكوبتش لا تنسوا تعملوا سبسكريب على يوتيوب ولايك لصفحتنا على فيسبوك